فيلم دوس هوش مداد من إصدارات ورنر برودرز ويمكن مشاهدته في أمريكا من خلال HBO Max أو في بعض الدول العربية من خلال دور العرض وبعض الدول العربية دي مش من ضمنها مصر إلا على ما يبدو السينمات فيها مشغولة بأفلام موسم عيد الفطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو دوس هوش ميداد اللي زي ما قلنا كده لا يمكن مشاهدته في مصر من خلال دور العرض ولا يمكن مشاهدته عبر الانترنت بطريقة شرعية لأن HBO Max مش موجودة عندنا ومع ذلك أنا شفته وانتوا أكيد عارفين إزاي صرخ التمرد في وجه القانون جعلوني مجرما أحداث الفيلم بتدور في غابات مونتانا في إطار من الإثارة والأكشن كونر الولد المراهق بيتم متردته من اتنين قتلى محترفين قتلوا أبوه دلوقتي عندهم أسباب بتخليهم عاوزين يقتلوه هو كمان وفي رحلة هربوا بيقابل هانا مكافحة الحرائق اللي بتشغل دور إشرافي في أحد أبراج المرأبة في الغابة وبعد ما كونر بيثق فيها بتقرر إنها تساعده عشان الثنائي بتاعنا ده يلاقي نفسه حبيس ما بين القتل المحترفين وحريقة عملاقة حتاكل كل شيء فيطرى إيه اللي هيحصل في أسباب كتير كانت تدعو للحماس لمشاهدة فيلم دوس هوش ميداد منها فريق البطولة اللي فيه عدد كبير من الممثلين المتميزين ومنها مخرج الفيلم اللي يعد سبب حماسي الشخصي تيلر شاردن بكل تأكيد من صناع الأفلام المفضلين عندي حاليا ده اللي كتب السيناريو بتاع سيكاريو وبعديه كتب السيناريو بتاع هيل أو هايووتر وكتب بعضهم ويند ريفر اللي أخرجوا كذلك يعني أنا توقعاتي للفيلم ده كانت في نفس المستوى ويند ريفر وحقيقي فيه حاجات كتير عجبتني في الفيلم بس في نفس الوقت فيه حاجات محبتهاش والمشكلة إن الحاجات اللي محبتهاش دي مزروعة في نص الحاجات اللي حبتها يعني مثلا أنا عجبني تصميم فصول الفيلم جدا لأنه غير معتاد وبيحمل بعض المفاجآت بس في نفس الوقت ما عجبتنيش مرحلة التقديم إطلاقا مش لأنها كانت وحشة ولكنها كانت أطول من اللازم قعدنا كتير قوي عقبال ما دخلنا في المفيد وفي الكتير ده قدمنا حاجات مهمة وتعرفنا على حاجات مهمة بس مش حقدر أبداعي إني مملتش شوية عجبتني جدا طبيعة القتل بتوعنا صفاتهم وأبعادهم كتير منها غير معتاد ومستوى التهديد اللي هما بيشكلوه مرتفع جدا بس في نفس الوقت أقدامه على بعض القرارات الغريبة اللي ما تتناسبش قوي مع مستوى التهديد اللي هما بيشكلوه حاجات كده ممكن ترتقي لمستوى الفجوات عجبتني مشاهد الأكشن والمواجهات المختلفة اللي في الفيلم جديدة إلى حد كبير وملموسة قوي حسيت إن لو فيه سيناريوهات مماثلة حصلت في الواقع فعلا فشكلها هيبقى كده سريعة وصادمة وما فيهاش مجال للرحمة بس في نفس الوقت مفيش مشهد منهم حفظة لفكره مش زي كتير من الأفلام اللي تيلر شيردن نفسه كتبها ومش زي ويند ريفر اللي أخرجه كمان عجبني جدا تعدد اللاعبين في الحدوتة بتاعتنا ميدان المعركة بتاعنا فيه شخصيات أكتر من اللي أنا تكلمت عليهم في تقديم الفيلم وأدوارهم مش صغيرة وتأثرهم كبير لا دي ما فيهاش بس ما فيهاش أي حاجة ما عجبتنيش يمكن كمان توظيف الممثلين دول في الأدوار دي كان لي نتيجة مهمة وهي إن المشاهد ما بيبقاش عارف إيه نتيجة كل مواجهة إيه مستعدين نضحي بمين في الممثلين دول دلوقتي ده رفع من الشد العصبي أثناء المشاهدة ورفع من الحماس في كل مواجهة والوزن اللي بيرسخ لحظات الحماس دي هي خلفية كل شخصية اللي زي ما قلت الفيلم خد وقته في إنه يبنيها مع الاتصال القوي بالزمن والجغرافيا والتواصل مع الجغرافيا ده من البصامات المميزة جدا لصانع الفيلم دايما البيئة بتلعب دور مهمة ودايما فيه رسائل مهمة بتتبعت من خلالها سواء بتأثير مباشر على الدراما أو بتأثير مباشر مع المشاهد وزي ما بردنا من ثاليج وايومينج في ويند ريفر المرة دي بنتلاسوع من نيران الحرائق في مونتانا زي ما قلت كده أنا تفاجئت من بعض اختيارات الممثلين في بعض الأدوار وبالأخص جون بيرنتال ونيكولاس هولت حسيت إن الأدوار اللي بيلعبوها في الفيلم أصغر منهم شوية بس الحقيقة سيناريو الفيلم بيقدم توازن مقبول جدا ما بين كل شخصيات حتى أنجلينا جولي ما بنحسش إن تواجدها على الشاشة كان طويل في توازن ما بين الجميع وآثاره كلها كانت إيجابية وكلهم قدموا أداء جيد جدا زي ما الفيلم بيطلب وهو الفيلم ما بيطلبش كتير يعني يمكن الإحساس الوحيد الغريب بالنسبة لي راح لنيكولاس هولت اللي ضروري نوصف قبوله للدور ده بالشجاعة لأنه دور مش كبير قوي والشخصية شريرة ولولا إنه زي ما قلت الفيلم ما فيهوش تحديات تمثيلية كبيرة لأي حد كان ممكن يبقى محطة مهمة في تاريخه بس في الصورة الكبيرة هو بكل تأكيد اختيار غريب تحس إن نيكولاس هولت ده يعيني كل الناس بتتحرك لقدام وهو الوحيد اللي بيرجع لورا طبيعة الشخصيات الأبرز في الفيلم كله هي حالة التناغم ما بين أنجلينا جولي وما بين كونر اللي جسده فين ليتل حاجة كده فكرتني بفيلم دا كلايند والعلاقة الظريفة والغريبة اللي كانت ما بين سوزن سارندن وبراد رينفرو لأن زي ما قلنا شخصية كونر لمراهق مش طفل وهنا على الجانب الآخر ما هيش أفضل تمثيل لشكل مكافح الحرائق اللي احنا عارفينه دي شخصية مشاكسة ومشغبة وتاريخها القريب مليان تعائدات كل دا منعكس على الشخصيطين وعلى طبيعي التفاعلهم مع بعض مع الوضع في الاعتبار الظروف اللي هما بيتقابلوا فيها والحالة اللي هما بيواجهوها واللي فيها ارتباط قوي بالجغرافيا وبأخطار الطبيعة وده اللي نتج عنه أفضل مشاهد الفيلم على المستوى البصري كانت متصورة كويس جدا ومتلونة كويس جدا حقيقي مش عارف دور المؤثرات البصرية فيها ايه بالضبط بس هي حاجة من الاتنين يا إما تدخل طفيف وده يبقى إعجاز على مستوى التصوير يا إما تدخل كثيف وده يبقى إعجاز على مستوى المؤثرات البصرية نفسها لأن باستثناء مشهد واحد بس في بداية الفيلم أنا كان صعب علي جدا أعرف هي تدخلت فين وتراجعت فين أنا عجبني فيلم دوس هوش ميداد يمكن ما يكونش خطوة للأمام قوي في مسير تيلر شيردن بس ده لأن مسيرته مبهرة والخطوة للأمام بالنسبة له لها متطلبات كتيرة قوي وفي نفس الوقت هي عودة جيدة جدا لأنجلينا جولي لعالم الأفلام العادية دور حلو وملموس ومؤثر بدون أي مبالغات ورغم أني عمري في حياتي ما حسيت أن أنجلينا جولي ممثلة كويسة بس هي فعلا بتصدر إحساس النجوم الكبار اللي ليهم حضور محبب ما حبش أنه يختفي من على الشاشة تقييمي لفيلم دوس هوش ميداد هو 7 من 10 بس بالنسبة للسقف المرتفع بتاع التوقعات اللي احنا حطينها للأفلام حاليا أنا شايف أنها نتيجة كويسة ونقشة الحلقة مين عندكم من الممثلين عامل زي أنجلينا جولي بالنسبة لي كده اللي هو حد أنا مش شايف أنه هو ممثل كبير بس في نفس الوقت شايف أنه هو نجم كبير ولازم يفضل يشتغل ياريت تساهمه برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تقوني على فيسبوك تويتر ونيمو وإنستجرام بواي بواي